أطلقت مؤسسة حياة كريمة فعليات المعسكر الثاني للأشخاص من دوي الهمم ويهدف المعسكر لتعزيز مهارات التواصل الفعال والتوعية بأحدث الأسليب والتقنيات المساعدة والتي يمكنها تسهيل الحياة اليومية والعملية لدوي الهمم وتحقيق الدمج والتكامل من خلال الأنشطة المتنوعة التي تشجع على التفاعل والاندماج في المجتمع نحن موجودين النهاردة في محافظة الإسماعيلية مدينة فايد نشارك من مؤسسة حياة كريمة بالمعسكر الثاني للأشخاص من دوي الإعاقة ده المعسكر الثاني اللي بتعمله مؤسسة حياة كريمة بهدف دمج دوي الإعاقة في مكتلف مجالات المجتمع هدفنا الأساس النهاردة هو تعزيز مهارات التواصل الفعال ما بين أشخاص دوي الإعاقة وبعضهم البعض وما بين كمان الأشخاص دوي الإعاقة والعملين معاهم وأولياء أمورهم بنعرفهم عن طرق التواصل إزاي تواصلوا على حسب القصور اللي موجود عنده كل شخص فيهم كمان اليوم عندنا مليان نورة اشتفاعلية وأنشطة بهدف دعم النفس الموجودين سواء من الأشخاص المشاركين معنا أو من العاملين معاهم والمشرفين وأولياء الأمور نموجود هنا النهاردة بدعوة من مؤسسة حياة كريمة عشان خاطر آجي ويتواصل مع الأشخاص الموجودين ونتكلم على مهارات التواصل ونشوف إذا كان فيه أي حد محتاج أي أدوات اللي خاصة بأشخاص دوي الإعاقة أو أن يكون فيه أدوات يكونوا محتاجين لتساعدهم على المعيشة المستقلة إن شاء الله نقدر نوفرها وبدون أي مقابل كمانا كل إنسان له قدرات مهما كانت بسيطة لازم تتقدر وكمان تحترم وأننا اختلفنا نكمل ببعض وأننا جزء من المجتمع بيقدر يساعد بيقدر يشارك وبيقدر ينجح